إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تقدم حوار مع باحث حوار مع باحث رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار حوار مع باحث نبني بخطا ثابتة منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار في السلطنة منسجمة مع التوجهات العالمية ونتيح للباحثين مجالات متعددة من التطوير والابتكار حوار مع باحث الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي الإخراج حمد بن عامر الوردي حوار مع باحث بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بالجميع إلى حوار متجدد وحوار مع باحث ضمن المشاريع البحثية لجامعة ظفار والممولة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفي شراكة مع المؤسسات التعليمية بمحافظة ظفار شهدت الجامعة خلال الفترة الماضية بداية البرنامج التدريبي القائم على التعلم النشط لمهارات التميز والإبداع في الرياضيات والعلوم لدى طلبة التعليم الأساسي بسلطنة عمان إذن الحديث حول المشروع البحثي التدريبي لتنمية مهارات التميز والإبداع لطلبة مرحلة التعليم الأساسي فتفضلوا مستمعين الكرام حتى نطلعكم على تفاصيل أكثر في هذا المشروع البحثي أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام وأرحب بضيفي العزيز الدكتور عبد القادر محمد السيد وهو الباحث الرئيسي في هذا المشروع البحثي التدريبي لتنمية مهارات التميز والإبداع لطلبة مرحلة التعليم الأساسي أهلا ومرحبا بك دكتور معنا في برنامج حوار مع باحث يا أهلا وسهلا بكم جميع حياكم الله ما الفكرة العامة التي يدور حولها هذا المشروع البحثي والله الفكرة العامة للمشروع البحثي زي ما حضرتك عارف والأخوة كلهم عارفين طبعا احنا بنعاني في الدول العربية بشكل عام في تدني مهارات التميز ومهارات الإبداع خاصة في مجال الرياضيات والعلوم والهدف الأساسي من هذا المشروع هو تنميز تلك المهارات لطلبة التعليم الأساسي في سلطنة عمان وفكرة المشروع طبعا جاءت من خلال تدني مهارات الرياضيات والعلوم خاصة في المسابقات الدولية زي التيمز وزي البيزا واللي اشتركت فيها معظم الدول العربية طبعا البرنامج أو المشروع بتاعنا قائم على أهداة برنامج هذا البرنامج برنامج متكامل قائم على مجموعة من الأدوات متعلقة بتعليم العلوم وتعليم الرياضيات وده وفك فلسفة التعلم النشط تخدمنا من خلاله بعض النظريات القائمة على التعلم النشط زي نظرية البنائية وزي نظرية جاردنر للذكاءات المتعددة واستخدمنا من خلاله عدة استراتيجيات تدريسية زي الإصراء الوسيلي وزي استراتيجية السقالات التعليمية طبعا استخدمنا في البرنامج بانينا البرنامج بشكل عام كامل برنامج متكامل قائم على فلسفة التعلم النشط لتنمية تلك المهارات وأخذنا وحدتين في العلوم والرياضيات وبدأنا نطبعها بالفعل على المدارس وعلى طلبة المدارس للصف الثامن الأساسي والحمد لله النتائج يعني في مرحلة التحليل الآن وبفضل الله النتائج مبشرة جدا يعني أحب أطمن حضرتك أن النتائج كانت مبشرة جدا لأن طبعا إحنا مررنا ببعض المعوقات أو بعض التحديات خلال التطبيق خاصة في العام الماضي لأن كانت معظم المدارس مغلقة بسبب جائحة كورونا فوزارة التعليم العالي مشكورة مدتت لنا فصل دراسي آخر بحيث أن إحنا نقدر نطبق هذا البرنامج وأدواته بشكل مباشر على طلبة المدارس ممتاز هذه الفكرة العامة للمشروع جميل إذن البرنامج التدريبي الذي قمتم بتنفيذه يهدف إلى تحديد مهارات التمييز والإبداع في الرياضيات والعلوم لدى طلبة التعليم الأساسي والتعرف على مستوى تلك المهارات لكن ماذا عن الأدوات التي تم تطبيقها في هذا المشروع البحثي؟ طبعا استخدمنا في هذا المشروع البحثي بعض المواد وبعض الأدوات بعض المواد التعليمية وده البرنامج الكامل اللي بيعكس رؤية كاملة لفلسفة التعلم النشط لتنمية تلك المهارات وانبثق من هذا البرنامج العام دليل للمعلم لمعلم الرياضيات ومعلم العلوم دليل بيوضح تدريس الوحدتين اللي احنا اخترناهم وفق فلسفة التعلم النشط لتنمية مهارات التمييز والإبداع واعتمدنا أيضا من ضمن المواد التعليمية على كتاب للطالب يعني عملنا كتاب للطالب يبقى معاه مكمل للكتاب المطبق له أو الذي يأخذه من قبل وزارة التربيع والتعليم جميل ده بالنسبة للمواد التعليمية اللي احنا استخدمناها أما بالنسبة للأدوات اعتمدنا على أدوات كثيرة جدا يمكن تمن أدوات اعتمدنا عليها وهي عبارة عن استليانات ممتاز موجهة للمعلمين لمعلم العلوم ومعلم الرياضيات عشان نتعرف على مهارات التمييز والإبداع الواجب توافرها لدى هؤلاء الطلاب وكذلك معرفة مستواهم مستوى المهارات دي بالنسبة للطلبة واعتمدنا أيضا على مقابلات مقننة مع عينة من المعلمين والمعلمات في المدارس واعتمدنا أيضا على اختبار في التمييز في العلوم والرياضيات اختبار في التمييز في العلوم واختبار في التمييز في الرياضيات وكذلك أيضا اختبار في الإبداع واختبار في العلوم والرياضيات ممتاز معا هذه الاختبارات اختبارات مقننة تم تقنينها بشكل دقيق جدا واعتمدنا فيها على حساب الصدق والثبات والمراعات كل النقاط الموضوعية ونقاط الصدق والثبات ومعاملات التمييز وعملات مراعاة الفلوك الفردية يعني تم إعداد تلك المواد والأدوات بناء على خطوات علمية مقنلة وخطوات علمية صحيحة بفضل الله تعالى هذه كانت أشهر أو أهم المواد والأدوات التي استخدمناها طبعا فيه إن شاء الله بصدد بعد الانتهاء من تلك التحليلات هنعمل نوع من التطبيق البعدي بعد فترة من الزمن عشان نشوف ماذا أثر التعلم لتلك المهارات عند هؤلاء الطلاب بإذن الله تعالى طيب هذا فيما يتصل الدكتور بالطلبة ماذا عن المعلمين؟ كيف سيتجه هذا المشروع البحثي إلى المعلمين عبر إعداد دليل لهم يوضح لهم آلية تدريس مادتي الرياضيات والعلوم وفق النماذج والاستراتيجيات المتصلة بالتعلم النشط؟ نعم بالفعل إحنا أعدينا دليل كامل تفصيلي لتدريس العلوم والرياضيات بناء على التوجهات بتاع هذا المشروع إحنا بالفعل عملنا دليل في العلوم ودليل في الرياضيات بيوضح لمعلم العلوم ومعلم الرياضيات كيفية تنفيذ هذا البرنامج على الطلبة في المدارس ويمكن جامعة الضفار حقيقة لا تبخل جهدا في هذا الموضوع إحنا عملنا برنامج تدريبي لمدة أسبوع كامل وكان الحمد لله له صدى ودعم كامل من المدارية العامة للتربية والتعليم في محافظة الضفار ودعم كامل من إدارة جامعة الضفار حقيقة وعملنا هذا البرنامج في حرم جامعة الضفار برنامج تدريبي لمعلمي العلوم ورياضيات المعنيين أو المستهدفين لتطبيق هذا المشروع البحث استضفناهم هنا في جامعة الضفار لمدة أسبوع كامل عملنا لهم مرش تدريبية كاملة من قبل الأسد المتخصصين في المجال وعملنا لهم جلسات تدريس مصغر من خلالها جربوا قدامنا وجربوا أمامنا كيفية تطبيق هذه الأدلة وكيفية تطبيق هذه الأدوات وكيفية تطبيق هذه الاستراتيجيات وأعطانا لهم تغذية راجعة شاملة خلال هذا البرنامج التدريب وكان طبعا أنا بشكر حقيقة في هذا الموضوع إدارة جمع الضفار على الدعم الكامل في هذا البرنامج التدريبي وفي المشروع بشكل عام وأخص بالذكر برضو حقيقة المدرية العامة للتدريب والتعليم في محفظ الضفار لأنها لم تبقى الجهدا سواء في توفير المعلمين أو في تقديم الدعم المعنوي وحضورهم كاملين أو معظمهم ممثلين عن المدرية في هذا البرنامج التدريب طيب فيما يتصل بصناع القرار دكتور كيف سيتجه المشروع إلى صناع القرار في الحق التربوي بإعانتهم لمتابعة أداء المعلمين والطلبة في هتين المادتين صحيح صحيح طبعا إحنا بإذن الله تعالى بعد ما ننتهي من المشروع البحثي سنعد تقرير طبعا إحنا تابع الـ TRT اللي هو مركز البحث العلم العماني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلم والابتكار طبعا إحنا بنعمل تقارير سنوية وتقارير فصلية عن مستوى التقدم في تنفيذ المشروعات البحثية الخاصة بنا فبعد كل مرحلة بنعمل تقرير ونرفعه على موقع مجلس البحث العلم العماني وبإذن الله تعالى بعد ما ننتهي من هذا المشروع البحثي سنعد تقرير تفصيلي يرفع أيضا على الموقع بتاع مجلس البحث العلم العماني وفي نفس الوقت سنرسله إلى وزارة التربية والتعليم وإلى وزارة التعليم العالي وإلى الجهات المعنية بعمليتي التعليم والتعلم في مدارس وحفظ الضفار أو في مدارس السلطنة بشكل عام يعني إحنا نحاول من خلال القنوات الشرعية الخاصة بجمعة الضفار لأن هناك وحدات خاصة بالتواصل مع هؤلاء المؤسسات أو مع تلك المؤسسات سنعد تقرير تفصيلي عن أهم المنجزات وأهم النتائج التي توصلنا إليها بحيث أن صانع القرار في سلطنة عمان يبقى على علم وعلى دراية بالمستجدات التي عملناها ويستطيع أن يطبقوا ما يرونه مناسبا في تحسين عمليتي التعليم والتعلم في السلطنة بأمر الله تعالى نعم طيب ماذا عن أبرز النتائج التي توصل إليها المشروع البحثي في دقيقتين دكتور أبرز النتائج إحنا بالفعل يعني إحنا أنا قلت لحضرتك يمكن في مرحلة تحليل النتائج الآن نعم لأنه كان الفصل الماضي زي ما أنا قلت لحضرتك تعذر التطبيق الحضوري فطبقنا البرنامج أونلاين من خلال بعض الرابط الإلكترونية وتدريب المعلمين على ذلك فوجدنا أن الإقبال الطلبة يعني ليس بالحجم اللي إحنا عايزين فلما إحنا طلبنا تمديد فصل دراسي الحالي اللي إحنا فيه فالوزارة مشكورا لم تبخل في ذلك ولم تتأخر في استجابة الدعوة لهذا التمديد وبالفعل ما دلت لنا فصل دراسي وطبقنا بالفعل هذا البرنامج كانت أسبوع الماضي كان آخر أسبوع في تطبيق وحدة العلوم لأننا كنا واخدين الوحدة الأخيرة في منهج علوم الصف الثاني للأساس وفي مرحلة التحليل الآن لكن من خلال تحليل النتائج السابقة واللي إحنا طبقناها أولاين كانت بالفعل مهارات التميز والإدعاء تميزت لأننا كنا واخدين مدارس قطاع عريض جدا من المدارس أخذناها كمجموعة تجريبية وقطاع آخر كمجموعة ضابطة فوجدنا تفوق المجموعات التجريبية وطلاب المجموعة التجريبية في مهارات التميز والإدعاء عن طلاب المجموعة الضابطة وكان مستوى الدلالة فعال ولو أثر دال في تنمية مهارات التميز والإدعاء يعني بالفعل النتائج وجدنا تميز وتحسن في مهارات التميز وفي مهارات الإدعاء خاصة المهارات الخمسة الأولى في مهارات الإبداع جميل نرجو لكم مزيدا من التوفيق ونشكركم على تواصلكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث الدكتور عبدالقادر محمد السيد شكرا جزيلا لك أشكرك شكرا جزيلا وأتمنى لكم التوفيق والسداد وأتمنى للتعليم في سلطنة عمان النمو والإزدهار إن شاء الله وأتمنى إن شاء الله المجتمع العماني في تقدم مستمر بإذن الله تعالى شكرا لك دكتور وشكرا لكم مستمعين الكرام لطيب متابعتكم لنا لحلقة هذا الأسبوع التي خصصناها للمشروع البحثي التدريبي لتنمية مهارات التمييز والإبداع في مادتي الرياضيات والعلوم لطلبة مرحلة التعليم الأساسي في الأسبوع القادم لقاء آخر يجمعنا بكم وحوار مع باحث إلى الملتقى حوار مع باحث حوار مع باحث الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي الإخراج حمد بن عامر الوردي الإهمار مع باحث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر